إلا تنضباط يعني إلا تنضباط من الناس والفلتان وكل الشغلات هاي لو فيه حكومة وفيه إدارة وناس تضبط مخاتير هذا مفلات أمني يعني كمان يطلب أنه لازم يكون وعي بالمجتمع جمعيات أو مدارس عشان هاتل إشي قل يعني عملها البنت عملها لما بتطلع بتتعرض لكتير ضغطات كتير يعني الكل عم صاير عمله بخاف فيش ثقة ما فيه وعي كفاية لازم يكون فيه علم أوسع من هيك لازم كمان فيه يكون فهم للدين في كتير ناس الدين عندها شوي بتاخده كنوع من التعصب بس لا بالعكس ديننا احنا متسامح جدا للأنثى بشكل عام هو جرام الشرف يعني هي فيها أكثر من الشق يعني في منهم بيستخدموها يعني جرائم مبطنة يعني الأصل تاعه يعني مش هي فكرة شرف أو شرف يكون فكرة يعني فيها جرامية يعني إحنا عرب شرقيين إن عاداتنا إن تقاليدنا يمكن دخل علينا شغلات وعادات وتكنولوجيا أثرت على سلوك كثير من الناس عندنا هون إلا إنه موجودة إنه ناس محافظة والمتدينة وهذا فهذا السبب إنه راح يضل نفس الإشي نفس هذا نحن شرقيين ما منقبل الغلط أو الحرام عندنا متراجع للجرام الشرف في الأردن أول شي بعود لحكومتنا الأردنية لأنه حكومت الأردنية لو لو كل واحد بتشد عليه على شبابها اليوم أو جينا اليوم الصاعد يعني أو أهل البيت برضو إليهم دور أنه قفل حكومت بديش تجي على كل بيت وتروح تطرع على كل بيت أو تقول للبيت نررر بولادكم لا إشي بعود برضو على العائلة العائلة إليها دور الوضع على صغر شوف على قبر شوف يطلع وللحديث أكثر عن هذا الموضوع تنضم إلينا من عمان المحامية أنعام العشاء الناشطة في مجال حقوق المرأة بداية رمضان كريم وكيف تقرؤون المعطيات الأخيرة حول تصاعد ما يعرف بجرائم الشرف رمضان كريم علينا وعليك وعلى كل اللي يسمعون هل فيما يتعلق بالتصاعد أو تراجع الجرائم قتل النساء بالدعاء الشرف يعني عشان إحنا نجزم أن هناك تراجع أو تصاعد لازم نستند على أرقام حقيقية وفيما يتعلق بجرائم قتل النساء على العموم هناك في جرائم قتل النساء لأسباب عديدة هناك جرائم قتل النساء بالدعاء الشرف لكن ما فيك تحكي أنه هاي جريمة شرف بدون ما تكون مستند على يعني معلومات دقيقة وأحكام قضائية قطعية تدين هؤلاء القتلى بأنهم ارتكبوا هاي الجريمة بالدعاء حماية شرف هاي الأنثى هلأ هناك أسباب عديدة خلف تصاعد على العموم بحكي مش على الأردن لأنه إحنا بعتقد أنه الرقم يعني عم بقل مش عم بتصاعد لأنه لازم يكون عندي رقم حقيقي لكن بكل الحالات لو امرأة واحدة قتلت يعني بإدعاء الشرف أو يعني باستخدام هاي الذريعة أنا بعتقد هي سبب كافي للحديث حوله من الأسباب الأساسية أنا بعتقد هناك ما يتعلق بالمنظومة التشريعية كنا بنعرف أنه القانون له وظيفة الردع العام والردع الخاص كلما كانت العقوبات غير مغلضة عقوبات بسيطة أنا بعتقد هذا فيه نوع من الضوء الأخضر بالتجاه قتل الإناث السبب الثاني المنظومة الثقافية والاجتماعية اللي هي العادات والتقاليد وكيفية النظرة للمرأة والخوف من الوصم والبصمة الاجتماعية اللي يعني فيه حساسية كبيرة في نظرتها لسلوك الأنثى خاصة إذا كان هذا السلوك يعني سلوك جنسي أو شبهة السلوك الجنسي أنا بعتقد بتم التعامل بقسوة كبيرة أيضا هناك ما يتعلق بالسياسات العامة والبرامج يعني فيما يتعلق بهذه النقطة بالذات أيضا التفسير الدينية الخاطئة لو تحدثنا التفسير الدينية لو تحدثنا عن النقطة الأولى التي ذكرتها غد الطرف من سلطات القانون حول الجرائم ألا ترونه نوعا من الفشل المؤسساتي؟ تأكيد إذا كان هناك ثبت أن هناك غد الطرف وكيف يجي غد الطرف إذا كانت الأحكام مخففة وأحكام بسيطة لتتناسب مع بشاعة الجريمة طبعا هذا فشل المؤسساتي وفشل ذريع بالتأكيد للقانون هو السلطة الأولى والأداة الردع الأساسية في هذا المجال نعم طب أين دور مؤسسات المجتمع المدني والجمعيات النسوية فيما يحدث؟ فيما يتعلق بمنظمات المجتمع المدني والمنظمات النسوية تحديدا هناك دور هام تقوم فيه على مختلف الأصعدة فيما يتعلق بالتوعية والتثقيف وفيما يتعلق بقضايا حقوق الإنسان عموما وقضايا النسوية أو حقوق المرأة على وجه التخصيص لكن أنا أعتقد أن حجم الحاجة لدور أكبر وأكثر فاعلية لهذه المنظمات لأن حجم الحاجة أكبر بكثير من الموجود على الأرض يعني مفترض أن يكون في دور أكثر شمولية وأكثر تأثير بالشارع نعم طب ونحن في شهر رمضان كيف تنظرون لدور رجال الدين في مكافحة هذه الظاهرة؟ أنا أعتقد أن أذن تسمع الخطاب الديني بشكل كبير وبالتالي ممكن أن يكون هناك دور كبير للمنابر الدينية إذا لم تم استثمار هذه المنابر للحديث عن مجمع القضايا الإنسانية بما فيها قضايا النساء للأسف أن هناك الخطاب الديني أحيانا المتطرف أحيانا التفسير الخاطئة تلعب دور كبير ودور سلبي فيما يتعلق بقضايا النساء عموما وفي هذا النوع من الجرائم لأن البعض من من تمت مقابلتهم خلال عملنا من من ارتكبوا هذا النوع من الجرائم كان اعتقاده بشكل جازم أنه يرتكب هذه الجريمة لأنه هو بنفذ نص ديني وأعتقد هذا قصور بفهمه الديني وبالتالي هناك دور كبير للمنابر الدينية بمختلفة المسيحية والإسلامية كل المنابر الدينية تلعب دور حاسم إذا لم تم الاهتمام بهذا الجانب نعم وبالنهاية في إطار التشريعات القانونية هل من جديد في هذا الإطار؟ فيما يتعلق بالجانب الأردني في قانون العقوبات الأردني اللي هو القانون المختص بالنظر بهذا النوع من الجرائم في جملة من التعديلات والأردن أكثر من مرة عمل سلسلة من التعديلات على منظومة التشريعية ودائما نحن بحاجة لإعادة النظر في منظومتنا التشريعية هناك مقترحات بالتعديل على العديد من النصوص القانونية بقانون العقوبات وأنا أعتقد أنها خطوة جيدة لكن بالتأكيد المنظومة التشريعية دائما بحاجة لمراجعة خاصة لموائمتها مع المعايير الدولية ومعايير حقوق الإنسان بشكل مباشر بدون شك أنا أود أن أشكرك على وجودك معنا اليوم والإضاءة على هذا الموضوع المهم المحامية أن عامل عشاء ناشطة في مجال حقوق المرأة شكرا جزيلا لك كنت معنا مباشرة من عمان